مسالة بناء موجز كتلة عملاقة مدببة القمة استخرجت كالقطع واحدة من محجر الجراميد العصور القديمة كان فيها عدد كبير من المسالات اكتر بكتير من اللي احنا شايفين دلوقتي عام سيس التاني مثلا منسب له الواحده 14 مسالة في منطقة صاني الحجر في الشرقية كلهم الكسرين لما المؤرخ عبداللطيف البغدادي زار مصر في القرن الثلاثاشر الميلادي كتب انه شاف مسالتين ايمين وعدد كبير من المسالات المخطمة في منطقة انشابس ما تبقاش منه حاليا غير مسالة واحدة المسالات بيتمثل لنا معضلة ومعظم الاسئلة اللي عليها لسه ملهاش ايجابة ليه قدماء المصريين نحتوا معظم المسالات من الجرانيت الاحمر رغم انه صخر قاسي جدا ليه نحت المسالة قطع واحدة مع انهم كانوا من الاسهل ينحتوها على قطعتين او ثلاثة هل فعلا المجهود المبزول لنحت ورفع المسالات كان بس عشان تكون رمز لشعاع الشمس وتخليد القاب الملوك ولا فيه فايدة تانية كل اللي بين ايدينا افترضاه لكن الحاجة المؤكدة ان فيه علوم متقدمة واقفة ورا الاجاز الهندسي في المسالات لحد النهاردة محدش عارف فايدة المسالات وفيه خلاف حول فايدة الحقيقية بعض الولماء مثلا شايفين انها رمز للتل الازلي اللي وقف عليه اتوم اسناء خلق العالم وعلى ماء تانيين شافوا انها بتانمز لشعة الشمس وقدسية راعة وفيه شايفين انها كانت لتمجيد الملك وتخليد اسمه والقابه وانا معتقد ان فايدة المسالة الحقيقية لسه مجهولة لحد النهاردة المسالات كانت مطمعة ومعظمها للأسف خرج من مصر عبر العصور ووصل لمدين اوروبا لدرجة ان الرومان نقلوا الرومة 8 مسالات مصرية يعني الرومة النهاردة فيها مسالات ايمى اكتر من عدد المسالات اللي في مصر كلها ويمكن لو الحقبة الرومانية طولت شوية كان اخدوا كل المسالات نقل المسالات كان دايما في قمة الصعوبة بيحتاج تجهيزات وعملها ضخمة وميزانيات كبيرة وممكن نقل المسالة الواحدة يوعب سيدي عندنا مثلا مثالة اسطنبول اللي اتنقلت من بعبد الكرنك ايام العصور البيزانتية كان ارتفاحها الاصلي 30 متر وصلت تركيا 19 متر تكسر منها 11 متر في الرفع والنقل يعني اكتر من تبته مثالة الفاتيكان ارتفاحها 25 متر ووزنها 330 طن وكانت برضو عملية معقدة جدا تم نقلها في مركب خاص مستقل بطول 80 متر متحوطة ب1000 طن من العدس عشان يحمل مسالة زي كده لما منستعمل الفم دلوقتي في نقل الحاجات القابلة للكسر مستقرت الاول في حديقة الامبراطور كاليجولا وحوالي سنة 1500 ميلادية ومع صعود الكنيسة في اوروبا واوامر من البابا سكيستس الخامس اتنقلت لساحة الفاتيكان وفضلوا ينقلوا فيها 13 شهر مسافة 200 متر احد الرسمين الايطاليين اسمه نيكولا زاباليا رسم لوحة لاعادة تنصيب المثلة المصرية في الفاتيكان بص كده في الصورة لعدد وشكل العناصر البشرية والاباوات اللازمة لنصب المثال 900 عامل قوي و75 حصان استخدم لرفع المثال حط الصورة دي قدامك وفكر ايه اللي ممكن تحتاجه مسالة اسوان اللي هي اربع اضعاف مسالة الفاتيكان في الوزن عشان تطرفها حمد علي باشا لما وصل للحكم المفروض بقى يحافظ على بقى المثالات لكنه لانه حاكم اجنبي ما كانش مهتم بالاثار وللاسف فرد تفريد كبير في المثالات الباية واهل المثالات لفرنسا وانجلترا بيعاز من شامبليون قدمت فرنسا طلب لمحمد علي لنقل المثالتين اللي فنعمد لقصه يعني الاتنين كانوا حيتنقلوا مش واحدة بس لكن في الاخر فرنسا نقلت واحدة بس ومعرفتش تنقل التانية بسبب المجهود الجبار والميزانية الكبيرة مهانسي الفرنسي جان لوبا اللي كان مسؤول عن عملية النقل كتب في مذكراته قال اربعة اشهر ونصف من المخاوف والقلق وحتاج الامر جمع اكتر من تسعين الف متر مكعب من الرمل والحفر في تلال كبيرة من التربة وهد تلاتين بيت واخيرا بناء ما ينبغي من احياء بايواء مائة واربعين عاملا وذلك كله في وسط رمال الصحراء وفي قلب الوان من عذاب عنيف من ارض تغلي وتحت شمس تجعل مقياس الحرارة يرتفع الى خمسين درجة مائوية يعني عشان تكون متخيل حجم المجهود تسعين الف متر مكعب رمال ده يعادل حجم خمسة وتلاتين حمام سباحة اولمبي مليانين رمل جمعوها وبانوا عليها تلال عشان ينيموا عليها المثالة لحد ما توصل للمستوى الافقي عشان يعرفوا يسحبوها لان ما فيش قوة هتقدر تشيلها ودي بس كانت اول مرحلة اللي هي اخذ المثالة من مكانها ورغم كل المجهود اللي حصل ده الا ان المثالة حاليا مشروخة انا مش عارف الشرخ ده جديد ولا قديم لكن بيدل ان مهما كانت الاحتراطات برضو المثالة ما بتتنقلش صحة وبيحصل فيها كسور او شروخ حتى هتلاقي حواليه سينسورز او مجسات عشان يتطمنوا ان ما فيش قطوره بريطانيا قالت طيب ايش معين احنا وقدموا طالب تاني لمحمد علي فاهدالهم مسالة تحكم ستالت اللي كان في اسكندرية وفضلت المثالة في مكانها 50 سنة لان الحكومة البريطانية رفضت مويلها بسبب ارتفاع التكاليف لحد ما احد اطباء التشريح الاغنياء البريطانيين قام بتمويل عملية نقل المثالة وتصمم لها مركب مخصوص للنقل وبسبب الصعوبات اللي واجهوها مات ستة اشخاص في عملية نقل المثالة اسماءهم محفورة النهاردة على القاعدة قد بالك ان الرومان ساحبوا المثالات ورفعوها بسلاسل وروافع حديد علشان يستحمل مفروض ان حسب المراجع قدماء المصريين رفعوا المثالات قبل اكتشاف الحديد فازاي ده حصل؟ ايه الحاجة اللي ممكن تستحمل رفع الاوزان دي؟ فيه ثلاث معضلات بتقابلنا في المثالات المصرية المعضلة الاولى ان معظمها هنوحت من اقصى انواع الاحكار وهو الجرانية الاحمر ثانيا ان لها اوزان هائلة بمئات الاطمام تحتاج جهد كبير في الرفع والنقل ونصبها في مكانها ثالثا وهتفضل في رأي المعضلة الاكبر الدقة الهندسية في المثالة المصرية شكل الهندسي للمثالة بسيط مش معقد عبارة عن بناء مستقيم باربع جوانب بيديء كل ما منطلع لفوق وبينتهي رأسه بهرم صغير مدبب اسمه بن بني وبصين على المثالات العملاقة هنشوف كأن المثالة عبارة عن شعاع مستقيم المثالة في المعابد كانت بتوضع من غير تسبيت بالنظام الوقوف الحر بتعتمل بس على شكلها المتناسق في التوازن فازاي كانوا متأكدين انها مش هتقع إلا إذا كانت تناحطت فعلا بأضلعة مستقيمة متساوية وبتناسق تامي محتاجين نشوف موضوع الدقة في المثالة ده بصورة عرب حص نحظ ان عندنا مسالة ممدادة على الأرض في معبد الكارنك ممكن ندرسها من قريب المثالة المكسورة في معبد الكارنك منسوبة للملك حتي بصورة موجودة جنب البحرة المقدسة بصورة الكارنك من يوم ما كتوشفت وهي كده ما ترملتش الباقي من المثالة جزء يقدر بـ 9.4 متر ووزن 65 طن لما نبص على المثالة من قدام سيجيلك خاطر ان قمتها المدببة في نص المربع بالضبط لكن محتاجين طريقة عشان نسبة الموضوع ده سنستعمل برنامج على جهاز iPad اسمه Symmetry هذا البرنامج اخي قصته قدام ان شاء الله في حلقة التمثيل لاننا عندما عملناه كان الهدف منه تصوير التمثيل بطريقة معايرة لكن حاليا وبشكل مختصر البرنامج هدفه مساعدتك على تصوير اي شكل من المنتصف بالضبط يعني صور Symmetry سنستعمل حامل كاميرا للتثبيت ونضعه قدام المثال سنشغل البرنامج ويبدأ يطلع لك تأسيم اسمه Grid Overlay انت بتفضل تحرك الجهاز يمين وشمال لحد ما توصل لأفضل وضع وتتأكد ان عدسة الكاميرا في النص بالضبط وتأكد برضو ان الخطوط على المحاور خلت مجموعة من الصور وبعدين حملتها على الكمبيوتر على برنامج كاد في حال تاني استخدمت برنامج اسمه Microsoft Vision وكان السؤال اللي بنحاول نجابه هو لأي درجة كانت الدقة في قمة المثال هناخد واحد من الصور ونضيف عليها مجموعة من الخطوط المعيارية في مربع منحوط في قمة المثالة هنضيف عليه مربع ونسميه مربع صوت هنضيف خطين متقطعين على محاور قمة المثالة ونضيف مربع اكبر محيط لقمة المثالة هتتهدخلين للقاتي محور واحد ومحور اثنين قد بعض في الطول والاثنين ميلين بزاوية 45 درجة من الأضلاع الأربعة لقمة المثالة متساوية وبتشكل مربع كامل هل نتعمل الشكل والمقايز دي ونسأل سؤال هنا هل ممكن الدقة والعبعات دي تكون بشاكوش وعزميل او بطريقة بداية؟ في المتحف المصري في التحرير فيه هرامين صغيرين اللي هم اسمهم بنبن ليه هم نفس الموصفات دي؟ الأولين جرانيت أحمر قميته في النص بالضبط من الصعب انه يتصور من فوق لانه فصالة رئيسية لكن بالنظر من أعلى نقطة ممكن تشوف التناسق بتاعه واضح يعني مش هترف تلاعب بالعين المجردة والتاني جنبه هرام اسود لعبنمحات التالت بأضلاع مستقيمة متساوية موسيقى ولو خدنا صورة لأحد هوي الهرام وحطينا عليها بعض الخطوط هنلاقي نفس الدقة والتناسق اللي في هرام المثال موسيقى 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 ده يقول لنا حاجة مهمة الموضوع مكانش رطفة والمواضح ان هي دي الدقة المواتدة في أثار مصر القديمة اللي بيصدق التفكير هنا هو ازاي نحط قمة المثلة عشان تكون بالشكل دان هيعرف يعملها ازاي ان القمة تكون في النص بالضبط ايه شكل الادوات اللي استعملها حاليا وعشان ننحت أشكال مشابهة بيتم الاستعانة بمكانات اسمها ميلنج ماشينز بتقوم بالنحت بدقة عالية وتم التحكم في الالة دي بواسط نظم ميكانيكية او كمبيوتر طب اذا كان النهاردة عندنا نظم ميكانيكية و نظم كمبيوتر في ايه اللي امتلكوا قدماء المصريين عشان يوصلوا لنفس دقة الالات اللي عندنا النهاردة عايزين نفهم ازاي المسالة تنحت عشان نحاول نجاوب على السؤال ده محتاجين نروح دلوقتي للمكان اللي تحدد فيه المسالة محجر الجرانيت الاحمر في اسوان موسيقى جرانيت الاحمر في اسوان لو شهر العالمية بسبب صلاته و جودته العالم محجر ده في العصور القديمة كان المكان الرئيسي اللي بتتنحت فيه الاثار زي المسالات والتماثيل واحجر الغرفة الدخلية بالأحرامات والتوابيت فيه حاجة تانية مميزة في المحجر ده ان فيه المسالة الاضخم في العالم لكنها مش مكتمدة ولسه لحد النهاردة لزقه في المحجر عشان كده تسمت بالمسالة النقص موسيقى 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 عاملة زي الجبل، ما نفعش يقف حوالي المثلة في نفس الوقت اكتر من 150 او 200 شخص بالكتير درجة الهمها من بيسمحوش بصعود السياح بعداد كبيرة في نفس الوقت عشان ما يحصلش تدافع لو اعتبرنا ان العامل القوي بيقدر يرفع 200 كيلو وده رقم كبير جدا بالمناسبة هنلاقي اننا محتاجين 6000 عامل عشان بس نفعها من مكانها افتكر لقوة مسالة الفاتيكان وفكر الناس دي هتوقف فين وازالي المعضلة الثانية هي صلادة الجرانيت الجرانيت الأحمر نتيجة لوجود الكوارتس فيه بعد صخر شديد الصلادة ما نفعش التعامل معها بأدوات النحاس والبرونز طب اوليه مستحيل قطع الجرانيت الأحمر بالبرونز والنحاس احنا هنا محتاجين نشرح مقياس موس سنة 1812 طلع عالم المعادل الألماني فريدرش موس مقياس باسمه لقياس صلادة الموايد ايم على مبدأ سهل جدا ان انت ما نفعش تستخدم مادة صلادتها الليلة في ناحة مادة صلادتها عالية مبدأيا تعريف الصلادة بالدال هي قدرة المادة على مقاومة الخدش ده غير الصلابة اللي بالبيه دي حاجة تانية خالص الصلابة دي قابلية المادة للطرق والانحناع زي المعادل مثلا تقدر تتنيها وتفردها من غير مشكلة لكن احنا بنتكلم عن الصلادة من قياس موس من واحد لعشر اقل صلادة واحد واعلى صلادة عشر اقل حاجة في الجدول تحت مواد زي الشمع او الاملاح المتحجرة لان دي صلادتها ضعيفة ممكن تحفر فيها باي حاجة ممكن تحفر فيها حتى بضعفرك واعلى حاجة الماس وباقي المواد في النص النحاس ثلاثة ونص البرونز اربعة الحديد خمسة الكورتز والجرانيت بانواعه سبعة معنى كده ان لو عايز انحط الجرانيت لازم انحطه بادوات اعلى منه في الصلادة يعني ماس كل الادوات والمناشير اللي موجودة دلوقتي في السوق لقطع الجرانيت كلها بسنون ماس ماس طبيعي او صناعي بس لازم ماس عشان هو اللي يقدر على قطع الجرانيت مراجع الرسمية بتقولينا ان القدماء المصريين يستعملوا البرونز والنحاس في ناحة الجرانيت يعني حتى الحديد مكانش لسه ظهر برونز والنحاس ده ممكن تقطع بهم خشب تقطع بهم حجر جيري انه مجرانيت حاجة اشبه مستحيلة مش هنفع سنة 1995 فريق عمل يسمى فريق نوفا مكون من مجموعة من المهندسين وخبراء في العمارة المصرية ومجموعة كبيرة من العمال وكان معاهم اعلى من المصرات المعروف الدكتور مارك لينر فريق ده بيحاول يثبت ان القدماء المصريين بنوا الاهرامات والمثالات والمعابد باستخدام ادوات بداية وكان الهدف هو دكرار تجربة نحت ورفع المثالة واحد من عضاء فريق نوفا اسمه روجرز هوبكنز له خبرة طويلة في التعامل مع الجرانيت من خلال شركته الخاصة وفريق نوفا تعاقد معاه مخصوص عشان خبريته في نحت الجرانيت بعد فترة من التجارب والحفل بالعزميل النحاس والبرونز طبعا ايقن ان الموضوع مستحيل فقال نحن نخسر الكثير من المعادن في مقابل سقوط كمية صغيرة فقط من الاحكار اعتقد ان قدماء المصريين كانوا بحاجة لادوات افضل من البرونز اللين وازميل النحاس لنحت الجرانيت لا شك ان قدماء المصريين كانوا مجانين ويملكون فنونا صناعية لا نملكها نحن مجانين مش معناها مخبيل لكن المقصود بيها بيعملوا حاجات خارج التوقعات هو ايقن ان اكيد في حاجات تانية غير الادوات دي بس هوا مش عارفة هكوم ناس تانية اتبنوا ان قدماء المصريين ده او تد خشبية او معدنية بالشكل ده فيحصل كسر طولي في الجرانيت تجربة عملية على كسر الجرانيت قدامنا اهي يبا هيا دي الطريقة فيه نقطة مهمة هنا بعد ما اعمل تجربة معينة لازم لازم اقارن نتيجة اللي انا عملته باللقدماء المصريين عملوه والمفروض يطلع نفس النتيجة ودي الخطوة المهمة اللي ما تتعملش او قارنت هنا بالانتيجة للطريقة دي طلعتها وبين استقامة المثالة هنجد شكل مختلف تماما كده احنا هنطلع مسالة متعرجة مش مستقيبة ممكن حد يقول نسويه بقى حجار تانية يبقى طريقة الاوتاد دي زيها زي طريقة نوفا نقصة فيها صغرة وحتى لو استعملنا حاجة للصنفرة او مساوات السطح مش هنقدر نخليها بالاستقامة دي الاستقامة بالدقة دي عشان نعملها النهاردة بتتعامل بمنشار دائري قطر كبير بسنون ماس ماس اكتشف القناة 19 هم بقى كان عندهم ايه معتزل لو الصورة مش واضحة قوي هنا ده نموذج لكاس الجرانيت باوتاد معدنية وده اوتاد عريضة اسلوب استعمال الرومان موجود في اماكن كتير في مصر من ضمنها محجر اسوان واسكندرية في منطقة عمود السواري موضوع الازميل والمنشير النحاس كده مش هينفعه محتاجين نفكر في طريقة تانية هنشوف دلوقتي واحدة من اهم التجارب لناحة المثالات ترجع اهميتها مش لانها طريقة فعالة او حاجة لكن رجع شهرتها علشان منصب اللي تبنيها ريجنال انجل باك مش في الاثار البريطاني في منطقة مصر العليا في اول القرن العشرين لما كانت مصلحة الاثار خضع بالكامل للاجانب انجل باك عمل عدد من الدراسات المهمة عن المثالة النقصة وحطها في كتاب The Problem of Obelisks او معبلة المثالات واللي كان فيها بيحاول الإجابة على مجموع من الأسئلة ومن ضمنها الإجابة على سؤال ازاي اتنحت بعد دراسة المثالة والمحجر اتبنى انجل باك طريقة الناحة بحجارة الدولورايت والدولورايت ده صخر صلد جدا اعلى حاجة بسيتها من الجرانيت وافترض ان خدمان مصرين استعملوا حجارة زي ديه على شكل كورد وقاموا بالدقع الجرانيت وكحتوا بالصورة جيدة وهو شاف ان ده السبب في الأسار اللي شكلها المستدرق ديه طبعا النظرية دي متبنى لحد النهاردة من الغالبية العزمة او مع تغراب بسيطة مرات اللي حوالي المسلقة متوسط عرضها 75 سنتين يعني هتكفي بالعافية شخص واحد انجل باك قال ان في 130 شخص هيشتغلوا بشكل مستمر في الدربة على الجرانيت عمل تجربة وسجل النتائج في كتابه التجربة دي عملها على مربع جرانيت زي ده وفضل يضرب لمدة ساعة ازال كمية بارتفاع خمسة مليل يعني حسب ارقام انجل باك لو جبنا 130 عامل قوي المتدرب كويس ممكن المسلة دي تتنحد في 7 شوار طيب احنا عايزين نعرف الطريقة دي منطقية ولا لا فريق نوفا عمل نفس التجربة فريق نوفا لقى انه في نفس الساعة حفر 8 من 10 ملي يعني تقريب النخب لا يذكر معنى كده ان حفر المسلة بالطريقة اللي اقتراح انجل باك هتاخد 9 سنين في اثنين اعادوا نفس التجربة واحد اسمه بيتر تايسون والتان اسمه كريستوفر دان والاتنين نتائجهم اتفقت مع نتائج فريق نوفا معنى كده ان انجل باك لسبب ما كانت سرعيته اكبر ب15 ضعف من نتائج الناس التانية مع انه مش راجل خارق ولا حاجة براجل عادي جدا وده هتخلينا حزرين شوية في الاعتماد على عرقام انجل باك يعني مفيش اي تفسير للسرعة ولا للقوة العالية في زلط الجرانيت عندنا نص على قاعدة مسالة حدشبسوت مكتوب ان المسلة استغرقت 7 اشهر من اعمال الاستخراف في الجبل من هنا استنتج ان في وسيلة تانية استخدمت بخلاف احجار الدولورايت حسب اتفقت التجارق ان اطلاع المسلة من محجرها بالدولورايت هيحتاج الى سنين مش بس 7 شهور طب افرد قعدوا سنين يحفروا بالدولورايت هل ده في الاخر سيؤدي الى ناحة المسلة اللي هيا لا برضو لان فيه حاجات كتير مالهاش تفسير مثلا ازاي هيفصلوا المسلة عن المحجر المشكلة تانية محتاج حد ينسل على وكبه ويفضل يخبط والعامل مش هيكون في وضع كويس يخليه يقدر يكسر الصخرة كانوا ينفصلوها ازاي وارفعوها ازاي كمان من القادلة الواضحة في المحجر اللي بتنفي فكرة كرات الدولورايت هي الحفرة العميقة في اكتر من واحدة حوالين مثال اذا افترضنا ان قدمان مصرين استخدموا الجرانيت المستخرج من الحفرة دي في صناعة تناثيل او اعميدة او اي حاجة طب السؤال هنا ليه خلوها عميقة وضياءة للدرجة دي يعني انت ممكن يكون عندك عمال كتير بس مش عارف تشغلهم بسبب انك عامل حفرة صغيرة وضياءة كده انت بتحصر عدد العمال في واحد او اثنين بالكتير طيب هما كان في امكانهم ان هما يخلوا الحفرة سطحية وعريضة وكده ممكن اكتر من عامل يشتغل في نفس الوقت من غير ما نبايع عليهم في النقطة دي افترض انجلباك ان خدمان نصريين استعانوا بعصيان خشبية طويلة سبتوا في اخيرها الكرة دلورايت وفضلوا يضربوا عليها من فوق وكده استطاعوا النفذ للعمق طبعا الفكرة دي جد بسبب اننا حصرين نفسنا في موضوع الكرة دلورايت واي حاجة بنلاقيها بنفسرها المهم الدلورايت تبقى في المواقع نعمة جدران للحفرة بيقول ان لا يمكن الحفر يكون بأدوات عشوائية او خبط دلورايت وإلا الجدران هتبقى مشوهة ومكسرة هل منطق ان هما يجيبوا عصيان طولها 7 متر عشان يحفروا بيها؟ فكرة مش عملية خالص طرق اللي فاتت دي في ناس اضافت عليها اضافات بسيطة زي مثلا ان بيتم تسخين الجرانيت بالنار بعدين نصب عليها مية بردة فيبقى اسهل في كسره وبدله رايب او فكرة اوتاد الخشب اللي بتصب عليها مية فتتمدد فتكسر الجرانيت كل دي افكار لكسر الجرانيت لكنها مش لنحت المسلة والتأثير اللي بتسيبه مش هو اللي بنشوفه في المحاجر او في المسلات لحد النهاردة ما حصلش عمل تجربة كاملة واحدة لنحت ومسلة صغيرة بالطرقة الادوية دي كلها طرق نظريه على الورق ما تعملش في الحقيقة غير زي ما قلنا ان بيتم حفر حت صغيرة ونقول هو ده اللي عملوه لكن لحفر واقتلاع كتل جرانيت كبيرة او الوصول للشكل النهائي للمسلة الموضوع ده ما حصلش لحد النهاردة المدخل مع بذكرناك فيه مصلق سيارة من الحجر الرملي ما تزدش عن ثلاثة متر وعليها خرطيش الملك بسيتي الاول انا ممكن اقولك وبكل ثقة ان دي اتنحتت بحجر دلورايد او ازامين لحاس او اي وسائلة بداية تانية اولا لو بصنا عليها من رايب حنلاقيها ميلة مفيش فيها الدقة والاستقامة اللي شفنا في المسالات التانية زوايا مستديرة مش حد كمان منحودة من حجر طري نسبيا مش جرانيت لو قارننا فعلا بين المسالتين حناء اختلافات كبيرة هنا بنقول ان الادوات والعلوم اللي استخدمت لنحت المسلة الصغارة دي بتختلف تماما عن الادوات والعلوم اللي استخدمت لنحت المسالات الكبيرة قدماء مكنوش هيقدموا على عمل زي ده من غير ما يكون معاهم الادوات والتقنية اللازمة عشان ينبزوه بكفاءة وسرعة لو كانت الوسائل البداية والعنصر البشري بس هو الطريق لنحت المسالات نحن نلاقي في عصر ازدهار الامبراطوريات الرومانية والفارسية مسالات اكبر واعظم لكن الحل ما كانش عامل ولاف كتر العمال ولا في طول الوقت نيجي النقطة مهمة دلوقتي طب هو ايه فايدة المسالات موجود الجبار اللي ببزل لنحت ونقل المسالات اكيد لازم يبقى فيه وراه فايدة كبيرة شاع في كل مراجع انها رمزية زي ما قلنا موضوع الرمزية ده بصراحة مش مقنع خصوصا ان هي اتنحتت من الجرانوت لو كانت رمزية فعلا طب ما كانوا ينحتوها من الحجر الجيري اللي اكيد كان سيكون اسهل بكتير في نحته ونقله على الاقل حتى في مثالات الشمال زي اللي في صن الحجر وعين شمس مين عنده استعداد يفضل يقطع وين حتكتل 200 و 300 طن وينقلها 1000 كم عشان مجرد تبقى رموز بالنسبة لكتابة القاب وينجسات المالكة ما هو نقوش المالك دي كان ممكن تكتب برضو على مسالة حجر جيري عنبانا كمان حاجة غريبة في مسالة الفاتيكان الدي ما عليها اي نقوش كل المجهود ده فنحت مسالة 350 طن وفي الاخر ما يكتبش عليها حاجة طبعا مش معقول يكون نسي اما هو عملها ليه يبقى موضوع تسجيل الاقاب والاعمال كانت حاجة سانوية لكن مش هي دي الوظيفة الرئاسية للمسال طب ليه كانت لازم تبقى قطعة واحدة ما هي كان ممكن تبني طبقات زي العمدان كده وهيكون شكلها جميل برضو لكن هما ما عملوش كده المسالات بتتغطى من فوق بغطاء معدني وعندانا اكتر من دليل في الموضوع ده مدانا المسالتين بتو حتشبسوط مكتوب عليهم انه هما تغطوا بالالكتروم الالكتروم ده سبيكة من فضة والدهب حجمس الثالث على مسالته في ايطاليا مكتوب ان قمتها مغطاة بالدهب المؤرخ عبداللطيف البغدابي سنة 1200 ميلادية نقل ان في مسالتين شافهم بعينه في عين شمس لسه محتفظة بغطيتها المعدنية يبقى المسالات كانت بتتغطى قمامها بسبائك معدنية واللي اكيد تسرعت او فقطت عبر الزمن طب ايه برضو فايدة السبايك دي وليه القمة بس اكيد في فايدة لمسالات غير انها تكون مبزية لكن ايه هي؟ الحقيقة هي نقطة صعبة وملهاش اجابة جاهزة لكن انا حنحاول المسالة كان لها وظيفة محددة الوظيفة دي كانت هتفشل لو المسالة مش متنسقة الوظيفة دي كانت هتفشل لو المسالة مش جرانيت او لو المسالة اكتر من قطع او فيها وصلات او لحمات يعني هو مختارش النهاتي بالجرانيت من غير لحمات حاجة رفاهية زي كده شاشة التلفزيون لازم تبقى ازاز ولازم تبقى قطع واحدة من غير لحمات لو حصل فيها كسر ولحمته مش هتعد وظيفتها الجرانيت من اهم مقوناته هو الكوارتس الكوارتس ده عبارة عن كريستالات فتحة لمعة بتكون بينها في كسر الجرانيت وهي اللي بتديله الصلاة العالية كوارتس كوارتس بتماس بخاصية اسمها بيزو الكوارتس ومعناها ان الكوارتس بيصدر شحنات كهربية مع وجود ضغط عليه المثالة دي من الكوارتس لو انا اخدت شريحة صغيرة جدا منها وعملت عليها ضغط قوي جدا هيطلع كهرباء خلينا نوضح ده اسمه بيزو ديسك عبارة عن شريحة كوارتس رفيعة جدا طالع منها سلكين سالب ومجر هنوصله على جهاز افو متر او اسيليسكوب او اي جهاز بير اشارات كهرباء عشان نشوف ايه اللي سيصدر هنلاقي ان مع الضغط على الكوارتس فيه اشارة بتترسم انا اللي همني حاليا انهاء الخانة اللي مكتوب عليها فيه ماكسي دي قيمة الفولت اللي بيتولد بالضغط هنلاقي ان الكهرباء اللي بتتولد بتوصل ل 14 و 15 فولت نحاول ان ننور به هنجيب لوح التجارب اسمها بريبورد هنوصل عليها البيزو ديسك هنوصل عليها للدات او لمبات صغيرة هنوصل عليها هنلاقي اللي دات بتنور خد بالك مفيش اي بطارية ولا اي مصدر الكهرباء الكهرباء جاي من الضغط اللي بيحصل على كريستالة الكوارتس تي وهي اللي بتولد الشحنات دي حاجة كده ربنا خلقها ومنديها لنا هدية في صخور الكوكب مش انت احيانا بتقرى خبر ان دولة فيها فلانية بتولد كهرباء من طباط العربيات في الشارع او من سير الناس على الارصفة موضوع دي ازاي؟ ما هو بالطريقة دي؟ كريستالات كوارتس وبالضغط عليها سواء ناس او عربيات بتولد شحنات كهربية وبيتم الاستفادة بها طيب الاشارات الكهربية بتصدر ازاي؟ ده الشكل البنائي بتاع الكوارتس لما نخش في تفاصيله هنلاقي ان السيغة الكوارتس الكيميائية هو ثاني اوكسيد السيليكون نضع بارة عن اكسوجين بشحنات سالبة والسيليكون واخد شحنات موجبة لما بيحصل ضغط حص الراط بقربهم ببعض ولما الضغط بيترفع بيحصل تنافر قوى بينهم وبيخرج اشارات كهربية خلينا ناخد مثال ثاني موجود في بيوت كتير مصدس الاشعال الشعلة بتطلع ازاي؟ مصدس مصدس لو فتحنا هنلاقي حجر كوارتس برضو جوا مصدس 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 ومع علماتنا عنها ضعيفة لكن اكيد كلما كنت الجرانيت تكبر كلما الشحنات الكهربية تزيد ولازم يبقى الكوارتس قطعة واحدة عشان تولد شحنات مينفعش الحمد تناسق الاستقامة العالية اللي في المسلة كانت في رأيي عشان خاصية الاستقرار او اللقوف الحر لها تبقى واقفة مستقرة من غير اي اساليب تثبيت يعني هما ليه مثلا ما عملوش المسلة عبارة عن عمود هو كان حباء اسهل جاي عمدة معبد الوادي مثلا لان العمود مركز السوق اللي بتاعه فوق فسباته هيكون اضعف وقال لما المسلة عشان القعداتها عريضة ونفوق دايقة هيكون مركز السوق اللي بتاعها تحت قريب من الارض كل ما مركز السوق اللي بيبقى قريب من الارض كل ما السبات يعلى وهتبقى مستقرة بشكل اكبر من غير تمايل ومن غير اي وسائل تثبيت فيه جملة مكتوبة على مثلة تحجم السالت اللي موجودة دلوقتي في ايطاليا قدمتها من الزهب واضاءة بجماليها واست واست اللي هي مدينة لقصر حالي نحن دايما كنا بنعتبر المصوص مجازية زي ما قلنا مصر صورة السماوات افتكرنا انها مجازية تعبيرا عن الجمال والصفاء واطلع ان المقصود صورة بالمعنى الحقيقي فلما يتكتب على المثلة اضاءة بجماليها واست او لقصر يبقى ممكن انها تكون فعلا اضاءتها بالمعنى الحرفي مش المجازي وان ده وارد جدا يكون احد فواد المثلة ويبرر انتشارها في معظم مناطق مصر القديمة المثلة النقصة بتقدم ادلة غير مباشرة عن الاندصار المفاجئ لاصحاب الحضار مشهور في المراجع ان المثلة النقصة من سوبة للمركة هتشبسوت وتوقفت لانها تكسرت منهم وهم بينحطوها طب لو فعلا هذا اللي حصل ليه ما استفدوش من القطع الموجود لنحت اثار تانية؟ يعني المثلة نقطوع من ثلاث جهاد الملوك اللي جون بعد كده ما استفدوش ليه بالقطع ده وعملوا توابيد او تماثيل او جرام فيه ناس بتقول اصل كان مقصود ان هما يحافظوا على التجربة ويسواها اللي جايين بعد كده ده كلام نظري كله ولا يتوافق مع التباعة البشرية اللي لما تعمل فكرة غلط او مشروع غلط بتحاول تعمل اقصى استفادة من الغلط ده مش المثلة بس فيه جنبها برضو منحوطة ضخمة تانية مش باين من ملمحة قوي كنانوين يخلوها ايه لكن برضو مقطوعة من ثلاث جهات بوقف على كده ومتمش الاستفادة بيها فالاتسنتاج دلوقتي ان حصل حاجة معينة قدت الى التوقف المفاجئ في اعمال المحكر واللي قم بعد كده ما عرفوش يتعاملوا مع قطع المثلة ولا الاستفادة منها وحتى سنجد اثار حضرات جنب بعد كده حاولت فعلا انها تستفاد من المثلة ومعرفتش ده اثار مثلا قطع من شار مايل واضح ان صاحبه معرفش يكمل من قصة الجرانيت واضح ان فيه جنبه محاولة تانية بالمسامير وبرده ما كملتش المثلة حصل لها اعادة استخدامه وموضوع ان قوش والاسماء ده عليه علامة استفهام كبيرة مسالة الكنك المكسورة عليها اسم حتشبسوت واسم تحتمس الثالث الى اثنين طبعا هي منسوبة للأدم اللي هي حتشبسوت طب ايه اللي يمنع ان حتشبسوت نفسها تكون حطت اسمها على اثر اقدم منها برضو مسالة لندن عليها نقوش تحتمس الثالث راح جاي الملك رمسيس الثاني ده له كتف كده وراح كاتب عن انتصالاته الحربية في الجزء الصغار ده رغم ان الملك رمسيس الثاني اصلا منسوب له فوق ال 15 المثلة بس هو كتب هنا برضو ونقوش زي ما احنا شايفين سطحية وضعيفة ولذلك ممكن المثلة تبقى قادة من هما الاثنين وعصل لها اعادة استخدامه رغم كل اللي تقدم حول المثلات والكتب والدراسات لكن لسه المثلات يتمثل لنا لغس ازاي انتحدد؟ ازاي كانوا نويين يتعاملوا مع وز المثلة النقص الخرافي اللي بيوصل لألف ومتنطن؟ ايه فايدة المثالات الحقيقية؟ لكن لسه لحد النهاردة ما عندناش إجابة كاملة على القسابتين نشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة